أريد أن أذكر بأن التطلعات للهيمادة العالمية كانت تواجه من قبل الشعب الروسي والآن سوف ندافع عن قيمنا وعن وطننا الشعب يعتقد أنه سوف يتمكن من تحقيق كل مخططاته والاتفاقيات في مجال الاستقرار الاستراتيجي لا تنفذ والاتفاقيات التي تم التوصل إليها على مستوى القمة أيضا تلغى والوعود بعدم توسع الناتو إلى الشرق عندما وثق بها زعماءنا الآخرون أصبحت كذبة والاتفاقيات الخاصة بالحد من السلحة الاستراتيجية الهجومية يتم خرقها الغرب يدافع عن النظام المعتمد على القواعد من أين أتت هذه القواعد ومن قام بتنسيقها إنها هراء الخدعة والأكاذيب والمعايير المزدوجة روسيا دولة لها طريق عريق يمتد لألف سنة ولن تعيش تحت هذه الظروف وهذه القواعد فهذا ما يسمى بالخرب دمرة مبدأة وسيادة الحدود والآن يقرر من يحق له أن يكون مستقلا من لا للماذا يقررون هذه القادية للماذا يعتبرون أنفسهم بحق أن يعملوا ذلك ما حصلوا في مرغانسك ودونسك وخيرسون وزفارجيا يعني الناس يتعذبون لدى الغرب لا يوجد الحق في ممارسة الضغط على هذه السكان لا ينفون القانون الدولي فحسب بل يمارسون سياسة هايمنة ويقسمون العالم إلى دول الموالي لهم وإلى الدولة الأخرى التي يمكن نهبها والتي يعتبرون سكانهم غير حق سياسة التمعيز العنصري ولن نقبل ذلك لن نقبل العنصرية وكراهية الجانب التي تنشر الآن في كل أنحاء العالم فلماذا الغرب يعتبر أن الحضارة يعتقد أن الحضارة الخربية نموزج بالنسبة للجميع من ضدنا من لا يقف معنا هو ضدنا هذا مبدأ الغرب النخبة الغربية تتطلب من مواطنين دولهم ومن شعب الأخرى أن تنفذ كل أوامرها فالسياسة الاستعمارية كما بدأت مماراستها منذ الأقود منذ الكورونا وما حصل في الهند وإفريقيا وما حصل في إفريقيا وكانت هناك محاولات لنشر المخدرات وكانت الدول الخربية تقضي على الشعوب بشكل كامل وقاموا بسايد الناس فذلك يتعارض مع طبيعة الإنسان أن كل ما فعلوه هو أنهم جعلوا الناس يدمنون المخدرات ومحاولة استياد البشر وكأنهم فرائس لكننا نفتخر بأننا في القرن العشرين وبالذات روسيا هي من تصدت للعالم الاستعماري ومن أجل خفض نسبة الفقر والتخلص من المجاعات أن هذا الحقد الغربي على روسيا يتمثل وبسبب لأننا لم نسمح لهم بأن نكون جزءا من هذا العالم الاستعماري وكذلك تمكننا من إنشاء دولة قوية وتطورت بمتان على الأسس والقيم الإنسانية بالديانة المسيحية والإسلام واليهودية وعلى أساس التقافة الروسية والكلمة الروسية أن محاولات التدخل في روسيا سواء بعد طورة 1917 ولكن الغرب تمكن في نهاية القرن العشرين من اختراق روسيا بعد منهارت الامراطور الروسية لكنهم سموا أنفسهم بأنهم شركاء لكن في حقيقة الواقع كانوا يتعاملون على أنهم أسياد ونحن عميد نحن لم ننسى كل ذلك واليوم في لوغانسك ودنيسك وزاباروجيا واخرسون أدلوا بأصواتهم للتحامي التاريخي والوحدة معنا أن البلدان الغرب على مدار القرون يدعون أنهم ينشرون الديمقراطية إلى البلدان الأخرى ولكن الحقيقة هي العكس تماما وهي القمع والاستعباد والعنف وإدارة عالم أحادي القطب معاذي للديمقراطية الدجال ومنافق أن الدول التي استعدمت القنابل الذرية مرتين في هوروشيما ونغازاكي وأذكر هنا أن الولايات المتحدة وبريطانيا حولت مدن إلى أبادة كثير من المدن الألمانية بين الحرب العالمية الثانية مع أنه لم يكن هناك أي داع عسكري للصحق تلك المدن وكذلك القنابل الذرية على هوروشيما ونغازاكي في اليابان كان هدفها إخافة الاتحاد السوفيتي أن القصف البربري والهمجي في غتنام واستخدام النبالم وكذلك يسمون بالشركاء متساوين في الحقوق كما تعلمون لقد قاموا بوضع أجهزة تنصفت في غرفي وكابينات الرؤساء ورؤساء وزراء الدول الذين يصفونهم بالشركاء أن هذه وقاحة كذلك كذلك ما يقومون به بتصميم أسلحة بيولوجية في المختبرات المتشرة في العالم يصفونها بأن أبحاث طبية وكذلك ما قاموا به من أفعال أدت إلى موجات من المهاجرين ومئات الألاف يحاولون الوصول إلى بلدان أوروبا واذا سألنا اليوم ما أين يذهب القمح والحبوب التي تصدر من أوكرانيا أنها تذهب إلى بلدان أوروبا خمسة بالمئة فقط من الحبوب التي خرجت من أوكرانيا وصلت إلى البلدان المحتاجة فقط خمسة بالمئة هذا كله خداع أن النخبة الأمريكية من حيث الجوهر تستغل مآسي هذه هؤلاء الناس من أجل تدمير المؤسسات القومية والوطنية سوى فرنسا وإسبانيا واشنطن تطالب بفرض المزيد والمزيد من العقوبات على روسيا وللأسف الكثير من بلدان أوروبا تطيع تعليمات الولايات المتحدة أي أن حقيقة ما يحصل هو تدمير القطاع الصناعي في أوروبا أنها هم النخبة الأوروبية تدرك جيدا مما يحصل أنها تخدم مصالح غرباء وهذه خيانة لشعوبهم لكن هذا الأمر أمرهم لوحدهم ترجمة نانسي قنقر